تمرين الوطني المشترك مكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد استعداداتها لتنفيذ التمرين والذي يعد بداية عمل عسكري وأمني تدريبي يتم بموجب فكرا استراتيجيا محكم إذ من المؤمل أن يؤسس حرس المملكة واحد لسلسلة من التمارين المماثلة المبنية على فكر تخطيطي وسيناريوهات تحاكي الواقع أن غوة الدفاع بما لديها من إمكانيات وتدريب في مجال مكافحة الإرهاب تقدم الدعم والمساندة إلى الجهات الأمنية بالمملكة وما هذا التمرين إلا تجسيدا للتعاون المثمر بين غوة الدفاع والجهات الأمنية كوادر مدربة بأعلى المستويات وذلك لتعزيز الدعم والمشاركة مع القوات الأمنية للمحافظة على سيادة أراضي الوطن وسلامة مواطني ومقيمي ومن الطبيعي أن تعمل القوات المشاركة في التمرين سواء من قوات دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني بدعم وإسناد من قوات أخرى وجهات ذات صلة والتي من بينها النيابة العامة التي تشارك في هذا التمرين كمشرع قانوني مهام النيابة تلتقي مع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية وهذا الاتقاء بين المهمتين يكون في إطار دعوة الجنائية التي تختص بها النيابة فبعد أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بتقويض الجريمة الارهابية وإجراء التحريات أو أخذ الإضاحات أو ضبط المتهمين هنا تتولى النيابة بمجرد أخطارها بالواقع بإجراء تحقيقات تحقيق قضايا شاملا طبعا الكل عارف وكلنا قاعدين نشوف مدى تطور الجريمة وسرعتها بحيث أنها أصبحت منظمة مدعومة من قبل دول وعابرة للقارات وعابرة للحدود هكذا تثمت مملكة البحرين أنها ماضية في مكافحة الإرهاب بموجب رؤية واضحة ومنهج يعتمد آليات متعددة لمواجهة هذا الخطر فإن كانت مكافحة الإرهاب مسؤولية رئيسية للأجهزة العسكرية والأمنية فيبقى للدور المجتمعي أهميته الرئيسة